كيف حالكم متابعي قناة استسمر اخلاك اخر اخبار عملة شيبا واخر المناطق يلي متوقع يستهدف السعر وشو هي نظرتنا عن عملة شيبا قبل ما اندخل بالفيديو اصدقاء احابب بس خبركم على الصفقة المدفوعة يلي عملناها بقناتنا تليجرام عملين عرض لحنا الاشتراك رمزي بالقناة يا شباب دخلنا بهالاسعار هاي وطلعنا منا على دولار واربعين سنت عن عملة الفيديت عب بحكي انا يا شباب كان الربح منا اكتر من 40% خلال تقريبا 16 ساعة اصدقاء اخر فيديو حكينا عن عملة شيبا كنا بهالمنطقة هاي تحديدا بهالشمع هاي يا شباب خبرناكم انه هاي نقطة الدعم وهاي كمان نقطة الدعم من نركز على هالنقطة وهالنقطة اذا السعر اتعامل مع هالنقطة هاي بدون الكسر نقدر ندخل صفقة صعود وقلت لكم انا رح ادخل صفقة صعود بعملة شيبا بهالسعر هذا مع وضع ستو بلوز اسفل مكان دخولي اسفل هالخط هذا تمام يا شباب وياللي صار انه الحمد لله جنينا الارباح من اول مرة ورجعنا عم نجني الارباح مرة ثانية بتقدر ترجع للفيديو هذا صديقي وانا حاولي اخبركم انه حاليا انا بدي اكتفي اني بعملة شيبا بدي اطلع منه لحتى انتظر التصحيح طبعا انا مخصص انا جزء من عملة شيبا عب استثمر فيه وجزء انا من عملة شيبا عب بدخل فيه مضاربة طبيعي انا لما اوصل لمناطق جني ارباح مثل هالمنطقة هاي وهالمنطقة فكر خر الجزء من رأس مالي هذا طبيعي جدا انت كمستثمر بالعملة الرقمية لازم يكون عندك جزء للمضاربة وجزء للتخزين تفصل التخزين عن المضاربة وتعرف شو هي مناطق الدعم وشو هي مناطق المقاومية اللي لازم تخرج منه هلا من الوارد انه نكسر القمة السابقة اكيد بالتأكيد من الوارد جدا انه نكسر القمة السابقة يا شباب لكن هذا بيتعلق بالخفاض استحواز البيتكوين على السوق طالما احنا عم نشوف استحواز البيتكوين عم يرتفع بالتأكيد ما بتوقع انا عن قريب نكسر القمة هاي اللي عملناها على فريم الاربعة ساعات يلي هي اربعة صفار اربعة وثليتين ما بتوقع بالقريب نكسرها لكن في مؤشرات ايجابية انه الاستحواز رح ينخفض على مدار اليومين القادمين إن شاء الله وممكن نشوف حركة لكن أهم شيء يا شباب لحنا ما بنعرف الغيب دائما بنهتم ومننصح بإدارة رأس المال دائما إدارة رأس المال أمر مهم جدا ولحنا كصنع محتوى رأس مالكم أماني بعناقنا لازم كل كلمة نحكي محسوبة علينا شباب الدخول دائما على مراحل دائما أنت بدك تدخل بهالمرحلة بدك تحط أسوأ الاحتمالات يهبط فيك السعر لمنطقة الدعم هاي لازم يكون عندك مبلغ تعزز فيه وإذا بدك تدخل أنت بهالمناطق هاي لازم كمان تحط ببالك أنه السعر ممكن يهبط وممكن تصبر عليها للعملة لكن أنت إذا داخل مضاربة بالتأكيد عندك احترافية وبتعرف كيف تحط الستوبلوز وبتعرف الوقت المناسب أين تتخرج هذه اللي بدي إياه منك صديقي بتمنى الأشخاص الداخلين السوق الجديد يستفادوا من أخطاء الأشخاص القديمين بالسوق وهيك وصلنا نهاية الفيديو بتمنى أن العجاب كوني يا شباب وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد